تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب أماني رشيد الحديث عن تطورات العملات الأجنبية وسوق العملات أهلا وسهلا بك معنا أماني بداية أماني نستعرض أداء الدولار منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع والتأثيرات التي وصل بها إلى المستويات نوعا ما بقيت متراجعا مقارنة مع الأسبوع الماضي صباح الخير طبعا برغم من الترجعات التي شهدها أو الارتفاعات التي شهدها الدولار الأميكي خلال تدولات الأسبوع إلى أنه كما أشرت أنه لا يزال يستقر يعني دون مستويات التي سجلها في الأسبوع الماضية عندما وصل مؤشر الدولار إلى 115 إلى أن مؤشر الدولار يستقر بالقربة مستويات 113 ولكنه يبدو نوعا ما متعيفيا يعني مقارنة مع بداية التدولات الأسبوعية وبالأخص بعد تدولات أمس التي شهد فيها الدولار الأميكي ارتفاعات قوية في الزكرى 35 لأسوأ يوم في تاريخ الأسوأ العالمية عندما ترجعت الأسهم بقوة عام 1987 هذا يعني تسبب فيه يعني نوعا ما عودة مخاوف أو تجدد مخاوف يعني برضو استقرار أو انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود وزيادة الطلب على الدولار طبعا كعملة ملازق آمن ولأن الاقتصاد الأميكي لا يزال نوعا ما متماسكا مقارنة مع بقية الاقتصادات التي تعاني من انخفاضات حادة ومخاوف الركود التي أصبحت تسيطر عليها فاستمار رفع الفائدة الأمريكية تسبب نوعا ما في حالة مخاوف وحالة زعر لدى المستثمرين حيال يعني زيادة الطلب على الدولار الأميكي وضغط على الاستثمارات وضغط على أداء الأسهم والذهب وبالتالي رأينا بالأمس عودة ارتفاع الدولار الأميكي مقابل أغلب العملات الرئيسية مع طبعا يعني مع أننا نقترب من يعني رفع الفائدة الجديدة في اجتماع نوفمبر المقبل وأغلب التوقعات الآن يعني تصعر رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساسفة كمجمل يعني برغم من استقرار مؤشر الدولار دون المستويات التي سجلها بالأمس أو في الأسبوع الماضية ولكن بواجه عام الدولار الأميكي لا يزال مرتفعا ولا يزال يواجه الدعم الشعر الذي يدعمه مقابل أغلب العملات الرئيسية نعم أمان يعني بالأمس صدرت العديد من البيانات المهمة تتعلق بالتضخم كانت بالمنطقة الأوروبية وأيضا في بريطانيا هل فعلا أثرت على توجهات اليورو خلال هذه الفترة وأيضا الجنيئ الاسترديني وماذا عن القرارات المرتقبة من بنك إنجلترا طبعا صدرت بيانات أمس هي التضخم في بريطانيا وفي منطقة اليورو وأثبتت أن التضخم وارتفاع الأسعار لا تزال تعاين من تلك المنطقتين يعاين من ارتفاعات الأسعار بقوة الجنيئ الاسترديني واليورو وصلت راجعهما بقوة مع بيانات التضخم التي أثبتت حتى الآن فشل بنك إنجلترا والبنك المركز الأوروبي في السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار الذي وصل لأعلى مستوياتهما في بريطانيا منذ 40 عاما وفي منطقة اليورو منذ نشأة المنطقة وبالتالي نحن الآن أمام ضغوطات بيعية تواجه أو تعرض لها تلك العملتين مع التراقب لقرارات جديدة من بنك إنجلترا حتى الآن وبالرغم من أن بنك إنجلترا كان من أولى البنوك المركزية التي اتبعت سياسات التشديد النقدي ووافع الفائدة إلى أنها حتى وقتنا هذا تفشل وتعود يعني تفاصيل البيانات بالأمس تؤكد على استمار ارتفاع أسعار الطاقة واستمار ارتفاع أسعار الغذاء طبعا مع نقص الإمدادات بسبب الحرب ما بين روسيا أوكرانيا والتواطوات الجيو السياسية على الجانب الآخر البنك المركز الأوروبي الآن التوقعات تدعم رفع الفائدة الأوروبية في الاجتماع القادم بـ 75 نقطة أساس ولكن البنك المركز الأوروبي يعني بدأ متأخرا مقاونة مع الفيدرولي الأميكي وبنك إنجلترا وهو ما يتسبب في استمار الدغوطات البيعية على اليورو حتى وجدنا أنه لا يزال حتى وقتنا هذا يستقر دون مستويات 98 سنة مقابل الدولار نعم يعني أماني أيضا من الملفت بأن بنك الشعب الصيني يعني أبقى على أسعار الفائدة كما هي وأيضا يعني يسير بعمليات التسير الكم هل فعلا أثر على اليوان الصيني هذه القرارات في ظل الارتفاع العالمي بأسعار الفائدة؟ يعني طبعا بنك الصيني الشعبي لازال يتبنى سياسة يعني نأدية مختلفة نوعا ما أبقى على يعني معدلات الفائدة مقارنة مع أغلب البنوك المركزية التي يعني تتسبب أو تتسرع وطيرة التشديد النأذي على الجانب الآخر الصين يعني لا تزال متمسكة نوعا ما بسياسات نأدية يعني تتسبب في الضغط على أداء العملة ولكن أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أن بنك الصيني الشعب وأن الحكومة تؤكد على أن الأوضاع الحالية لا تستدعي تسريع وطيرة التشديد النأذي وأن الوضع الحالي يدعم الاستثمارات ويدعم نوعا ما أغلب القطاعات أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار نصينا من أكثر الدول التي عينت من يعني الوباء ومن تفشي الوباء ويعني برغم من تخطي العالم لتلك الأزمة إلا أن الصين حتى وقتنا هذا يعني بدأت تصيحتها مؤخرا يعني توضع أو تسبب فيه هدوء نوعا ما المخاوف حيال الفيروس وحيال التفشي الفيروس وحتى أن وجدنا أن الحكومة يعني أكدت على أن قد تقلص عدد الأيام للحاج لدى الوافدين وبالتالي يعني نوعا ما الصين برغم من التدعيات السلبية التي تعاني منها الاقتصاد العالمي بسبب الحرب ما بين رسل الأوكانية ولكن الوضع بالنسبة للإقتصاد الصيني أيضا لا يزال يدعم السياسة النقدية الحالية ولا يزال يدعم نوعا ما تشجيع الاستثمارات ودعم أغلب القطاعات في الصين نعم أماني إذن لابد من الحديث عن الجنية المصري أيضا تحديدا بعد يعني الاتفاق مع صندوق النقد والحديث عن أسعار الصرف للجنية المصري هل فعلا سيتحرك الجنية في ظل هذه الارتفاعات في أسعار الفائدة تحديدا في ارتفاع مؤشر الدولار البنك المركزي المصري أيضا كان من البنوك المركزية التي تأنت نوعا ما في رفع الفائدة ولم تتبع يعني الفدرالي الأميكي في وطيرة التجديد النقدي السريعة لأن أيضا البنك المركزي المصري والحكومة تدعم نوعا ما الاستثمارات وتحاول يعني عدم رفع الفائدة بوتيبة سريعة في محاولة لتشجيع الاستثمارات المحلية وأيضا بعد الاتفاق أو مع استمارة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لا يزال الجنية المصري يعاني من يعني تراجعات ملحوظة مقابل الدولار وأغلب العملات التي تزالت تعاني من تلك التراجعات مع استمارة رفع الفائدة الأمريكية ولكن يبدو أن الخطى البنك المركزي المصري يعني نوعا ما سيكون داعم للجني على المدى البعيد ولكن على المدى القصير لا يزال الضغط البايع يسيطر على الجني ولا يزال يعني الدولار يرتفع مقابل أغلب العملات نعم محللة الأسواق المالية في ايكويتي جروب آماني رشيد كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا